أنهت البورصة المصرية تعملت جلسة اليوم على تراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبعات للمتعملين العرب والأجانب خسر رأس المال السوقي نحو 4 مليارات و 600 مليون جنيه ليغلق عند مستوى 726 مليارا و 623 مليون جنيه أما على صعيد المؤشرات تراجع مؤشر EGX 30 بنسبة 31% ليغلق عند مستوى 11.239 نقطة كما انخفض مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسط EGX 70 متساوي أوزان بنسبة 57% ليغلق عند مستوى 1.917 نقطة وهبط مؤشر EGX 100 متساوي أوزان بنسبة 63% ليغلق عند مستوى 2.900 نقطة الأسواق العملات حيث تبنت أسعار العملات أمام الجنيه المصري لسجل الدولار الأمريكي نحو 18 جنيه و 23 قرشا للشراء و 18 جنيه و 33 قرشا للبيع أما عن سعر اليورو فوصل سعره إلى 20 جنيه و 28 قرشا للشراء و 20 جنيه و 39 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الاستليني وصل سعره إلى 23 جنيه و 99 قرشا للشراء و 24 جنيه و 12 قرشا للبيع أما عن أسعار العملات العربية فوصل سعر الدرهم الإمراضي إلى 4 جنيات و 96 قرشا للشراء وأربع جنيات و 99 قرشا للبيع بالنسبة للسعر الرياضي السعودي وصل سعره إلى 4 جنيات و 85 قرشا للبيع وأربع جنيات و 88 قرشا للبيع